أسرع و أسهل الوصفة تقدر تحضرها للفطور و لا للأشياء بمقادير بسيطة و مضبوطة بثلاث كيسان فقط تفارينا تقدر تحضر عشر خبزات يكونوا كبار و ما فيها لا الحم ولا الجيش لذلك بقا معي أشاهدوا الفيديو وهذه تسمتعي بحد الوصفة بزافة بنينا فدرونا لايك اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس إذا كنتوا جداد ونقولكم مرحبا بكم وبرتجوا الفيديو يلا إلى الوصفة وطريقة التحضير جميل الإناء التاعك وحطي فيه كاس ماء يكون دافئ و 2 ملايق صغار تخميرة الخبز و 2 ملايق صغار كذلك من السكر نحركوا المقادير ملايح بالفوة أو بالدراب اليدوي من بعد نضيف كاس اللوة على الفارينا ونحرك ملايح بالدراب اليدوي حتى كامل المكونات يندمجون فيما بعض هما البعض مباشرة نضيف الكاس الثاني تعال فارينا ونحرك ونزيد الكاس الثالث نندم العجينة ونحطها على طاولة العمل كي نتلكها نجيب الماء يكون دافئ نحطها في الإناء ونجيب ملعقة صغيرة على الملح نحطها على طاولة العمل وكي ما عودتكم دايما طريقة الدلك وكيفاش نحط الملح على طاولة العمل ونبدأ نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على العجينة تكون طرية وما تكونش ناشفة وفي نفس الوقت يكون طريقة الدلك التاحة كما وردت لكم في الفيديوهات السابقة كيف نهار لدرت لكم المطلوع والبطبوط وكذلك خبز الصندويش يعني وردت لكم طريقة الدلك بالتفصيل خليكم الفيديو كذلك في صندوق الوصف والتعليقات متبت حكا باش تتعلموا طريقة الدلك الصحيحة هنا بعد ما دلكتها حطيتها تريح لمدة من نصف ساعة حتى الساعة على حسب درجة حرارة المطبخ يعني إذا كان البرد بزيف خليها حتى الساعة ونصف روح نجيب البطاطا هنا نجيب ثلاث حبة بطاطا بعد ما خسلتهم غدي نفيضهم ولكن ضروري دينهم هذه الفتحة الطويلة يعني بالسكين حكا باش البطاطا تاعك يعني طيب بسرعة وكذلك ما تمتصش الماء بزيف هنا بعد ما طابت نحطها تصفة وتبرد شوية يعني مشي تبرد تماما قد ما تدفع نقشرها بكل سهولة ونجيب الرابز هذي اللي ترابي فيها الفرماج مشي هذي الأخرى هنا غدي انرابي البطاطا تاعي بكل سهولة يعني جبت لكم هذي الطريقة هذي العفسة أو الاسجيوس يعني تقدري تديري هذي العفسة حتى في بيوري كنت بغيت توجد لها بيوري تاعك بلا ما تضلي تمرسي فيها بالفرشي طاولة فهذي الطريقة سهلة و سريعة و حتى انك غدي تحصل على بيوري يعني تكون رطبة و ما فيها حبيبات و كامل غدي ترابة بالنسبة للبطاطا هذي اللي رابيتها غدي انديرها كحشوة للعجينة و غدي نزيد لها واحد الاضافات لذلك بقى معايا و ما تنسوش إذا نسيتوا اللايك ربي حفظكم درونا اللايك و بارتاجوا الفيديو هكما احبابكم و عائلتكم باش تعمل فائدة على الجميع و بعد ما كنت البطاطا شوفوا كيف انشرها رطبة و ملساء و انه ما فيها لحبيبات لحدة حاجة نحطها جانبا و نجيب فرماج اي جبن يكون عندك رابيه ولكن عندك جبن مو تلاتات اضيفي للبطاطا هذا اختياري نزدي نجيب هنا يا الملعقة تاعي نحرك المكونات و هناك اختيار ضفط الفلفل احمر الحار اللي يبغي الحار يضيف هنا جبت البصل الاخضر بعد ما قطعتها الى قطع صغيرة نضيفها البطاطا و نحرك وتقدر يضيفه كذلك الفلفل الاسود و كذلك القليل من الزبدة هنا بعد مرور ساعة انه اليوم نهار بارد بزيف و حتى المكان اللي كنت فيه يعني في المطبخ كان بارد لذلك خليتها ساعة و هي تخمر هنا نجيب الزيت زيتون بعد ما كنت تحنت فيه الزعتر و خليتها من يوم يشرب الزيتون الزعتر و تجد نكهة شباب المهم هنا تقليل من الزيت الزيتون اللي خلطتها مع الزعتر بعد ما كنت تحنته و اللم العجينة و ملاحظة انه كاي اللي ما يبغيش زيت زيتون لكن كنت تخلطها مع الزعتر و تخليه يشرب هذي كل نكهة الزعتر يعني يجيب دوقت تاعها الرائع خاصة كي تضيفه للعجينة العجينة هنا غادي نشكلها الى كوريات الى عشر كوريات بالمقدار اللي درنا تاع الفارينة غادي هنا تجيلك عشر كوريات مباشرة نجيب السميد الناعم و نحل كوريات حلهم رقيق بهذه الطريقة نجيب الفرماج رابي اي الجبن المبشور نحط كمية قليلة في الوسط و نجيب كمية لبأس بها من البطاطا بهذه الطريقة و نغلق العجينة كالسرة هكذا مكيش أسهل من هذه الطريقة ولا أسرع شوفي رمضها بشوية تاع سميد و نحلهاش دروك حتى نكمل كامل الكورياتين و نعمرهم بالبطاطا و نحلها لاحظة معي نضع كمية ملاحة البطاطا و نضع بهذه الطريقة و نضع و ننصحكم بجربة البطاطا مع هذا الخبز و البصل و يريد البصل يزيد يكثر على هذا لأنه المرة القادمة سوف نعودها لأنه يعطيها واحدة توق خاصة البصل الأخضر نحلها بطريقة سهلة نحلها بطريقة سهلة و نضعها جانبا و نغطيها بعد أن نكمل كامل الخبز التوعي نجلب الطعجين و نضعها على نار مرتفعة يسخن مليح و نضيف قليل من السمن و نبدأ نطيف فيهم و نقلب هنا ضروري طيبي و تقلبي يعني تجعلها حتى تقلبي يعني تجعلها قلبي و تقلبي و تضيف قليل من السمن حتى تنتفخ معك و إذا قبلت العجينة يعني بلعيها 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 تنتفخ لاحظي معي بهذه الطريقة عدوين تشوف فيها الدخان يخرج تقلبي و تقلبي و تقلبي و تنتفخ و تنتفخ تنتفخ معجنة و تنتفخ و تبنيها و تبنيها و هذه العفسة ليست غير خبز لا تقدر ديها حتى في أي خبز يكون عندك و أرأيتها لكم في الفيديوهات السابقة و تنتفخ و تنتفخ بلعيها الأمر تنتفخ بالتفخ كي تنتفخ و تنتفخ تنتفخ و تنتفخ خبزة 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 خفيفة الخبزة خفيفة الخبزة نسيح هذه الخبزة خبزة سنكمل خبزة أخيرا خبز بالبطاطا اضطلت قليلا اضطلت قليلا اضطلت قليلا اضطلت قليلا لانه صحي وبنين وخاصة موسم للبرد هذا ما يلاقي لاحظة معي هنا سوف ترى الخفة اضطلت قليلا اضطلت قليلا اضطلت قليلا اضطلت قليلا اضطلت قليلا المهم وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتجعوني تحفظكم الى فيديو اخر ان شاء الله سلام